هذه البحرين مثلها مثل دولة المسخ مثلها مثل بن سلمان مثلها مثل النظام المغربي ظنوا مثلها مثل الأردن ملكية الأردنية جنرارات مصر وآخرين ظنوا أن هذا الجيش لا يهزم لا يهزم لا يقر كانت هناك دعاية رحيبة جدا والإسرائيليين خبراء جدا في الدعاية أن هذا جيش لا يهزم ومخابرات لا يشق لها غبار وتكاد لا يتتجاوزها إلا المخابرات الأمريكية وأحيانا المخابرات الأمريكية تعتمد عليها سقط كل هذا الأمريكان يعرفون في العمق لذلك رحوا يرسلون حامل الطائرات الأولى ثم حامل الطائرات الثانية وبوارج حربية وأقمار صناعية وألاف الأطنان من الأسلحة وصل منها ألف طن قبل يومين وذخائر و14 مليار دولار من أصل 106 خصيصة لأوكرانيا أيضا ولأشياء أخرى 14 مليار دولار هذه دفعة أولى للكيا الإسرائيلي لأن سقطت إسرائيل معنويا سقط الجيش الذي لا يهزم والمخابرات التي لا يشق لها غبار أخلاقيا ومعنويا لم يستطيعوا أن يكتشفوا برغم أن المخابرات الأردنية والمصرية أخبرتهم أن هناك شيء غير عادي في غزة قالوا لهم أنتم لا تعرفون غزة نحن نحسبهم واحد واحد ونعرفهم واحد واحد ولذلك الآن هجوم رغو محدود لكن سنراه يتوسع ضد حكومة نتنياهو ويحملوه المسئولية كيف فشل هو وجنرالاته ووزراءه في أن يعرفوا بهذا الهجوم من جهات كانت تعتبر هذه الجهات كانت تعتبر أنها محاصرة تماما ولا يمكن أن تقدم على شيء إذن هذا ملك البحرين الآن هو أيضا مرعوب عنده رعب يشكله للمتمردين الشيعة أو المعارضين الشيعة وهو يسجن منهم المئات بالمناسبة ويسجن أيضا من السنة الذين يعترضون على طريقة حكم البشعة يسمى روحه الملك المعظم ويجب أن دخول الملك المعظم كذلك يعترضوا عليه قالوا له أن التعظيم هو لله سبحانه وتعالى فقط وأشياء أخرى إضافة إلى عنده وحدة فساد أخلاقي بشع هكذا فهو مرعوب الآن لأنه كان يظن أن هذا الكيان الإسرائيلي سيحميه خاصة من خصوم الشيعة تبين أن هذا الكيان لم يحمي نفسه وهذا اللي خلى بايدن يذهب هناك نتنياهو يقول له لم يأتين أبدا رئيس أمريكي زمن الحرب بايدن شعر أن تلك القاعدة العسكرية المتقدمة جداً التي تسمى إسرائيل قد اهتزت أركانها وكانها وتضعضعت تماماً وسيكتب التاريخ طويلاً على سبع أكتوبر طويلاً جداً بغض النظر على الناس مع حماس ضد حماس حماس إرهابية حماس مقاومة هذا كل شيء آخر ما حدث للكيان ذاته كان زلزالاً بكل المقاييس هذا الموجود الآن في كتاباتهم كتابات صحفة الإسرائيلية ومفكريهم ومش لمعارضين للنظام أو المعترضين عليه أو على بعض الخطوات لا 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 اللي معاه ومع ذلك تسمى بعض القوم عندنا آه حماس هذه رح تدات وكي مش قادرة علش تروح إلى آخره كون ثوار جزائريين سمعوا هذا الخطاب لكرنا ما زلنا تحت الحكم الاستعماري الفرنسي المباشر نحن تحت حكم غير مباشر استعماري على كل حال لكن لكرنا على المباشر الآن رأوا بالعكس رأوا مقارنة هذه الحركات المقاومة في غزة مقارنة مع المحتل الإسرائيلي رأي الثورة الجزائرية بدأت بـ 1200 وكي يقولوا 1500 خلينا نقولوا 1500 مجاهد 1500 مجاهد مقابل ما كم؟ مقابل في فترة معينة في البداية كانوا حوالي 200 ألف عسكري فرنسي أزيد لهم مليون مستوطن تقريبا كلهم مسلحين الرجال منهم يعني فيما مرحلة معينة وصل الجيش الفرنسي إلى نصف مليون وفي مرحلة معينة وصل إلى ما يقار بالمليون ما يقار بالمليون لكن دعونا نتكلموا على البداية 1500 مقابل 200 ألف عسكري زائد حوالي 20 ألف شرطي زائد على الأقل 200 ألف مستوطن مسلح يعني أقل من 1% ومع ذلك في النهاية انتصر الشعب الجزائري وانتصر الثورة الجزائرية المحتل المستعمر ما نقولولوش عليش تقاوم ما نقولولوش ميزان القوة مش كيف كيف هذيك في الدول جيت حارب دولة مع دولة لازم تشوف تاخد معطيات كثيرة جدا هو أصلا المحتل هو خاضع يعذب يجوى يسجل يحاصر يقصف يذل فهو أصلا ما عنده خيار موازين القوة هذه تحسب في صراعات الدول وليس في صراعات الشعوب مع المحتلين مع الغزاة الشعوب من حقها أن تقاوم بكل الطرق إن القانون الدولي الذي صنعه الغرب يعترف بأن للشعوب المستعمرة الحق في الدفاع بكل الطرق بما فيها العمل مسلح بما فيها العمل مسلح باش ما يزيوش الآن بعض الناس يبدو هاك إلى آخره وأنتم تعرفون أنا رجل مسالم تماما عندما يتعلق الأمر بالمعارك داخل الأوطان والبلدان فإن العمل مسلح فإن كل الطرق نعم إلا العمل مسلح يجب أن يستثنى ولذلك نحن في رشد نؤمن باللا لا عنف في مقاومة المجرمين الطغاة المفسدين الخوانة لأن العنف والأكسجين ته فيما يتعلق بالاستعمار الخارجي والغزو الخارجي كل الطرق كما يقول القانون الدولي مش من عندي هذه كل الطرق جائزة بما فيها العمل مسلح فلذلك يجب أن يوفر هؤلاء الجبناء حتى لا نقول مهزومين حتى لا نقول شيء آخر أن يوفروا نصايحهم للذين يكونون تحت الغزو وتحت الطغيان وتحت الاحتلال موسيقى